هي جماعة مباركة خيرة قد انتشرت في آفاق الأرض تدعو إلى الله وتعلم الناس دين الله وتخرجهم من الخمارات إلى المساجد وتخرجهم من الملاهي والمراقص إلى بيوت الله وتعلمهم الآداب النبوية وتبذل جهدا في الأرض اهتدى على يدها الملايين ودخل في دين الله على يدها الآلاف لماذا نمنع هذا الخير قد يقول قائل لكنهم لا يهتمون بتكوين الإنسان تكوينا كاملا في عقيدته وفقه وفكري نقول يا أهل الفكر ويا أهل العقيدة ويا أهل الفقه الفقه والفكر والعقيدة تولوه أنتم علموه أنتم دعوا هذا يدخله لكم في المسجد وأنتم بعد ذلك تولوا تكميل ما عندهم النقص تعاونوا ولا تتلاكموا الذين لا يحسنون إلا أن يهدوا كل خير في هذه الأمة سيحاسبهم الله سيحاسبهم الله اتقوا الله في أنفسكم جماعة التبليغ مما يحيروا كفيها ليس عندها منهج تستطيع أن تحاكمها إليه حتى تبليغ نصاب كتابهم يقولوا ما هو لنا هذا ألفه واحد عندنا هذه الأصول الستة ندعو الناس إلى لا إله إلا الله وإكرام المسلم ومدرئية شكذا أي نعم تعوهم يعلموا الناس هذا الأمر عندنا عندما نريد أن نعلم إنسان ندخله في المدرسة الابتدائية ثم نرقي إلى المدرسة المتوسطة ثم الثانوية ثم الجامعة ثم الماجستير ثم الدكتوراه ثم والناس سريد هذا يقول إن لم يكن دكتورا وإلا نلغيه لا يا أخي لا سم يمشي في هذا الطريق دعوا الناس بعض الناس هموه أن يعلم الناس القرآن الكريم دعوهم يعلموا الناس القرآن بعض الناس يعلمون الناس السنة دعوهم يعلموا الناس السنة بعض الناس يحب أن يعلم المسلمين الفقه دعه يعلمهم الفقه بعضهم قد تخصص في رد الشبهات عن هذا الدين وما يكيده الأعداء لهذه الأمة وأصبح في هذا الباب قد عرف أصول الفساد ويريد أن ينبه الأمة إليه دعه يقول ذلك دعه يمضي دعه يمر دعه يقول دعه يخدم دينه لماذا نحن لا نحسن إلا أن نهد وبعدين الذي يقول يريد أن يهد هذا وأن يهد هذا وأن يهد هذا حتى لا يقال ما في البلد لعبد الصمد وإذا رأيته وجدت فيه نقصا هو هو فيه نقص وفيه خمل لا لا يجوز علينا أن نتق الله وأن نخشى الله عز وجل والله أعطى كل واحد قدرة وخصوصية معينة من أجل أن يخدم دين الله فدعه يخدم دينه مما تمكن أن يخدم دينه من خلاله بعض الناس والله متخصص في أن يخدم الناس بكفالة الأيتام والفقراء دعه يخدم المسلمين عن طريق خدمتهم الفقراء والمساكين وأنت يا أخي تعال كلمهم أنشأ مؤسسة للأيتام تعال أن تضع لها منهج واجيب المدرسين وخلهم يدرسوهم لكن تقول لا لا تضع إلا حتى تكون مثلي صورة طبق الأصل وإلا خلالأيتام تتلقفهم أيدي اليهود والنصارى وتضلهم عن دين الله اتق الله اتق الله